اشتركوا في القناة ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأضاحي وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله قال باب من قال الأضحى يوم النح ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استضارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر من أربعة حرم ثلاث متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادة وشعبين أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكتا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ليس الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكتا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قلنا هذا هو الشاهد الأطحى يوم النحر وبالتالي لما قال أي يوم هذا كان يوم النحر اليوم العاشر يوم الحج الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة فلما سألهم قال أي يوم هذا قلنا الله الرسول أعلم قالوا فسكت حتى ظنن أنه سسمي بغير اسمه قال ليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فالألال يبلغ الشاهد الغائم فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت وذكرنا من قال الأضحى يوم النحر أن البعض قال أن يوم النحر يوم النحر هو الأضحى أي أن الأضحية لا تتمم إلا في ذلك اليوم فقط ومع دائم الأيام التالية يبقى ليست بمحل للأضحية يبقى أن الأضحية لا تتم إلا في يوم النحر ومن قال أضحى يوم النحر وبينا أن المسألة أوسع وجاز الإنسان أن ينحر أو يذبح في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرافع وبيختص النهار دون الليل يختص النهار دون الليل يبقى بتشرع لهارا لا ليلا لكن يترى هل الأضحية بيضاح بها في يوم النحر فقط هو دا وقتها ودا أساسا يعني هو دا الزمن ولا هو دا البداية وباقي الأيام أيضا أيام منها أيضا أيام تصلح لي الزبح وأيضا تصلح لي الأضاحي فتصلح لي الأضاحي والذبح يبقى سواء كان للهدي أو كان الأضاحي يبقى بالنسبة للهدي يبقى من حج متمتعا أو قارنا وكان عليه هدي يبقى الهدي بينحر أو يذبح في يوم النحر وفي أيام منها الأضاحي كذلك أيضا في يوم النحر وفي أيام منها الشهد من ذلك أن الأضحى ويوم النحر أليس يوم النحر يبقى اليوم العاشر قلنا بلى ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الندماءكم وأموالكم وأعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهريكم هذا اللي يبين عظم حرمة المسلم عظم حرمة المسلم وعظم ذلك الجرم للتعدي على المسلم سواء كان في نفسه أو في عرضه أو في ماله على ذلك في الندماءكم وأموالكم عليكم حرام قلنا بعد هذا الاستقراء من الصحابة رضي الله عنه هذا الإقرار يعني يبين لهم هذا شهر حرام وهذه بلدة حرام وهذا أيضا يوم النحر يوم من أيام ذي الحجة وشهر حرام فقال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وإحنا لما نرجع كده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بيؤكد على هذا التأكيد على هذا المعنى في غير موضع من القرآن يبعا عدم التعدي على حقوق الآخرين على أموالهم على دمائهم على أعراضهم فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الاعتداء على ذلك المسلم ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم لما حيجاز الإنسان يوم القيامة فلا يجاز إلا على عمله لا يجاز إلا على ما قدم على ما كسبت يداه وستلقون ربكم أكد على هذا المعنى وأيضا يعني يوم القيامة وأن العبد يسأل عما قدم من أعمال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ألا فلا ترجعوا بعد ذلالا أو كفارا يضر بعضكم رقابة بعض يبقى ده المسلم يبقى حريص جدا على صيانة دماء المسلمين لكن أن يعتدي بالقتل على مال المسلم أو على العرض المسلم يعني ده أبعد الإسلام لم ينادي بذلك ولكن هذا بحرص المسلم على أخي المسلم وعلى صيانة ماله وعرضه ونفسه إذن قال ألا فلا ترجعوا بعد ظلالا يضر بعضكم رقابة بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ما دي يعني من القضاءة الهمة جدا نحن لازم ننتبه إليها يعني هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نقول بما أوصانا صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تكون إيجابيا فعالا في مجتمعك أوصانا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان تعلم علما فلابد من بثه ولابد من إذاعته ونشره ولا يكون حبيسا أبدا في صدري ولا ينقطع السند عندك السند العلم ده لا ينقطع عندك يبقى تعلمنا من فلان وفلان يعلم فلان وكذا ولذلك ألا ليبلغ الشاهد الغائب اللي تعلم مسألة يبقى على ذلك يقوم بنشره وإذاعته لا تقف عنده أبدا يتخليش المسألة تقف عندك ثم تنتهي وسعاد بيبقى كده الإنسان يتأول فهناك من تعلم مسألة هناك من يقوم بنشرها طب لماذا لا تكن أنت من قام بنشرها وإلا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الإنسان لو كتم علما بعدما تعلم فعلى ذلك ماذا ينتظر لو كتم ذلك العلم يبقى حيستجلب على نفسي السقط واللعنات من ربنا سبحانه وتعالى وكذلك من أملئك والناس ولذلك الباب مزال مفتوحا تلج من ذلك الباب وتبين ما تعلمناه قلنا لما نجي كده نقوله يعني كل واحد تعلم مسألة لها جائزة هنجد إنسان هيعصر ذهنه تماما كده وبالتالي حيحاول يستحضر المسألة التي تعلمها ليه أن في مقابل أساسا في جائزة طبعا أنت مقابل بقى كل مسألة الله تعالى يصل لك أن تتعلمها يبقى تقوم بنشرها ده المكافأة يعني كيف أقابل ذلك الله عز وجل امتنى علينا بالكتابة والقراءة وامتنى علينا سبحانه وتعالى أن شرح الصدرانة للإسلام والله تعالى امتنى علينا بأن نقرأ ونتعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت عرفنا ذلك الأمر طب إيه المقابل أدائك بقى يبقى أنت هنا لما تم استقبال هذا الأمر طب الإرسال يبقى زي ما في استقبال لا بدنا نكون في إرسال زي ما من الله عز وجل عليك بهذه العطاية يبقى فيها مقابل يبقى فيها مقابل كيف تكافي على ذلك كيف تشكر ربك سبحانه وتعالى على ذلك ذلك ألا ليبلغ الشهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوى له من بعض من سمع رب حامل فقه لمن هو أفقه منه يبقى هو حامل فقه كده زي ما هو عارف الأحاديث والآيات التي وردت عن قيام الليل وبالتالي يبلغنا بذلك الأمر ويحث على قيام الليل عسى أنه لا يفعل هذا الأمر ولكن إذا سمع الإنسان بذلك فيقوم بالتفعيل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا ولعله لا ينفيذ ذلك الأمر ولكن قد نسمع هذا ثم نقوم بتطبيقه ولذلك كما قال فلعل بعض ما يبلغه أن يكون أوى له من بعض من سمعه لأن المطلوب إيه؟ المطلوب إن إحنا نفعل الكلام ده مفيش مسألة إحنا يعني مفيش مسألة نظرية كده وبالتالي ليس لا تطبيق عملي مطلوب إن إحنا أي مسألة نتعلمها يبقى علم وعمل دي جملة واحدة جسد واحد جسد واحد أول ما بيجي كده مسألة تعلمناها يبقى مباشرة كده يكون العمل والتطبيق مفيش حاجز أبدا بين العلم والعمل مفيش حاجز لا تضع الحاجز أول كده ما تأتي إلى يعني خانة العلم يبقى على طول بتحول إلى خانة العمل والتطبيق عايز إنسان يهيأ ويتربع على ذلك ويكون ده سمته الغالب إن إحنا مفيش مسألة أبدا يبقى مسألة هي نظرية ليس لها رصيد من الجانب العملي أو التطبيقي لا إحنا زي ما بنتعلم المسألة يبقى مباشرة كده أقول كيف أطبق هذا الأمر كيف أطبق هذا الأمر والتطبيق يطرى كيف نطبقه ارجع كده إلى السن ده من فضل اللعظة يجل علينا ومن منني سبحانه وتعالى ورحماته نوابية لنا كيف نطبق يعني لم يطرق هذا لرأي الإنسان هو الإنسان قد يعجز عن التفكير أو يعجز عن التصور ولكن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا ذلك العلم وكيف نقرأ وتعامل مع الكتاب والسنة يعلمنا كيف يكون أيضا التنفيذ كيف يكون التنفيذ قال وكان محمد ابن أبي بكرة كان محمد الذي روح عن ابن أبي بكرة إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر يبقى ده الأداء المطلوب منك دايما هو التذكير ونشر ذلك العلم ومن رحمات الله عز وجل أنك لا تسأل عن النتائج أنك لا تسأل عن نتائج ما نفكر كده قليلا نجد هذه من رحماته رب سبحانه وتعالى يبقى الثواب الذي يعقل لذلك الإنسان لا يرتبط بالنتيجة ولكن يرتبط بأداء الإنسان اشفعه وتؤجره كما قال سوى بقى حيقضى الأمر أم لم يقضى ولكن مجرد الشفاعة كده شفاعة أجره ويقضي الله عز وجل على الإنسان نبيه ما شاء مجرد الشفاعة أنت ستؤجر مجرد برضك هنا يعني الأمر أروف نعم منكر حتى لو لم يكنك من يستمع ويستجيب أنت غير مسؤول على استجابة فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمصيد إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب لذلك قال ألا هل بلغ ألا هل بلغ ثم ذكر باب التالي قال باب الأطحى والمنحر بالمصلى قال باب الأطحى والمنحر بالمصلى ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال كان عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينحر في المنحر قال أبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رؤية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى بعد ما بينتهي من الصلاة ومن الخطبة كان يضحي بالمصلى كان يضحي بالمصلى فيها الظهر الشعيرة الظهر الشعيرة والإمام طبعا هو القدوة ومطالب أيضا بإحياء شعار المسلمين فلذلك كان في هذا المجموع الكبير من الناس كان يضحي صلى الله عليه وسلم في المصلى بعد أداء الصلاة وبعد أيضا الخطبة فكان يأتي بهذه الأضحية ثم ينحر أو يذبحها يعني بالمصلى يقول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بي المصلى يبقى فيه شعائر كده يعني بيبقى فيها فرحة والسرور بالغ لما بيتممها الإنسان ويؤديها منها هذا المشهد هذا المشهد وأجل ما يتقرب به العبد إلى رب سبحانه وتعالى هو راقد الدماء لله عز وجل ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنى الله من ذبح لغير الله لعنى الله من ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسقي أي ذبحي يبقى فصل بك وانحر يبقى دماء ترق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهذه من أجل الطعات ومن أجل العبادات أجل ما ينفق فيها أيضا الأموال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى يبقى ده فيها إظهار للشعائر دايما يبقى أي شعائر أن الشعائر يصطني سنة أن يقوم بإظهارها ينظر هذه الشعائر يبقى فيها فرحة وصروة كذلك الإيمان بيقتدى به وفيها إحياء أيضا لهذه الشعائر الشعائر المسلمين وإظهار ذلك قلنا حتى رأى القاسي والداني ثم ذكر باب في طحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين ويذكر سمينين قال باب في طحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين وقال يحيى بن سعيد رحمه الله سمعت أب أمام بن سهل وقال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشيني وأنا أضحي بكبشيني وذكر رواية عن نبي خلابة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفى إلى كبشيني أقرنيني أملحيني فذبحهما بيدي في طحية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضحي بكبشيني أقرنيني وده هنا الأفضل لو ضحها بوحدة أجزات ولكن التمام هو أن يضحي بإثنيني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زي كده العقيقة يعني زي العقيقة بالنسبة للجارية يبقى كبش بالنسبة للغلام كبشين إن ذبح كبش واحد أجزة ولكن هنا تمام الأمر وكبشين هنا أيضا في ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنيني وبالتالي أجود ما تجد ده أنت تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى تتقرب بأجود ما تجد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبقى أنت دي بتقرب المين إلى الله سبحانه وتعالى ومعيني طبعا يعني النفع كله بيغد عليك أنت اللي بتأكل من لحمها وتنتفع بجلدها وبعظمها وكل ده أساسا لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الطعام وبالتالي تختار أجود ما تجد دائما كده يبقى عنده سماحة نفس يعني الإنسان يبقى عنده كده سقاء وسماحة نفس طيب نفسي كده يبقى على ذلك نقول ما هو يجزئ كذا يجزئ كذا يعني لا تبخل نفسك أبدا يعني لا تبخل نفسك فالعمر محتاج إلى مجادة النفس عشان يكون عندك سخاء وعندك طيب نفس وبالتالي يتربى الإنسان على هذه المعاني السامية دائما تختار من المعاني أعلاها يعني دائما نختار من المعاني على يجزئ هذه تجزئ هذه تجزئ لكن هذه أجود من هذه يبقى عندك سماحة نفس عندك سخاء كده والكلام ده مش حقيقي كده يعني بمجرد مجرد تمني الإنسان ولكن بالتدريب ومجادة النفس ما إن النفس الأمرت من بالسوء إلا ما رحم ربي يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشان والله يعدكم مغفرة من وفضلة يبقى إيه نفعله دائما كده تربية النفس إحنا بينا آفات أو بينا عيوب تخليش هذا العيب أو تلك الآفة بتصدك عن فعل الخيرات أو حاجز بينك وبين اتمام الأمر بالصورة الكاملة التمة التي أتم بها النبي صلى الله عليه وسلم فأجود ما تجد إبقى دي فيها سماحة نفس وسخاء النفس وبيبقى عمطيب نفس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلذلك يقول في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر سمينيني يعني يختار يعني الأضحية تكون من شيء جيد يعني تكون من شيء جيد يبقى نقول هذه تجزئ ولكن هذه أفضل يبقى إحنا بشنا نتكلم على مسألة الإجزاء ولكن بنتكلم على معالي الأمور تختار دائما معالي الأمور يبقى كل راقي كده يعني ده رقي رقي كده في التفكير وأيضا رقي في القيم الأخلاقي التي بيترب عليها الإنسان لا يختار إلا أعلاها أسماها فلذلك يقول قال يحيى ابن سعيد سمعت أبا أمامة ابن ساهل وديرانون قال كنا نسمنوا الأضحية بالمدينة يعني عشان تبقى حاجة يعني مقبولة وكان المسلمون يسمنون يعني كانوا أيضا يعلفوها عشان تبقى تمتلئ باللحم يبقى حاجة طيبة وحاجة جيدة قال أنس ابن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشيني وأنا أضحي بكبشين الاتباع الاتباع يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشربي ثلاثا ويقول وأروى وأبرع أمرى قال فأنا أتنفس الشربي ثلاثا أنفذ على طول يعني قضية الاتباع كانت قضية واضحة كما بينا قبل ذلك عند الصحابة رضي الله عنه هو اتآهل كده أتربى ماذا تصنع قال أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأقول بما قال به وأسكت عما سكت عنه خلاص انتهت القضية ولذلك ابن عمر رضي الله عنه بيسأل كده عن أضحية ما هو حكم الأضحية قال لو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم دي الإجابة فقال أسألك عن حكمها قال أما تعقل أنت إيه مش عاقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون المسألة واضحة تماما عند الصحابة رضي الله عنه واضحة تماما يعني مفيش نقول أي جدال دخلي يعني مفيش أي حديث للنفس المسألة وفيش جدال دخلي ولكن وفعل نفعل فده كان يعني كما أن آذان الصحابة رضي الله عنهم مع ما يخرج من كلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم برضا كنا نظر الصحابة بصل الصحابة مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف هنا قعد هنا صار هنا فعل كذا ونفعل كذا يبقى زي ما هم يستمعون إلى الكلمات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعى للتطبيق كذلك أيضا بصل الصحابة رضي الله عنه لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرفوا أبصرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأذر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين خلاص ما وقلنا الحكم والمسألة قال وأنا أضحي بكبشين أتبع يعني الاتباع إذا فعل نفعل وهذه كان الدباء يعني أنس بن مالك فما زلت أحب ذلك الدباء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيتبع هذا الدباء في الصحفة فحب الصحابة رضي الله عنه وتعظيم الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر ده يتطلب أن يكون في تفعيل في اتباع أن تسير على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص أتجزئ طالما الأطحية تجزئ بواحدة بخلاص معك والله تعالى أعطاك من المال لماذا لا تتمم السنة يعني لماذا لا تستزيد من الخيرات يبا هذه زيادة في الخيرات زيادة في الخيرات ماذا تصنع بذلك المال الذي وهبك الله عزي وهبك الله عز جل يعني يعني تصنع بهذا المال فالله تعالى هو الذي وهب لك ذلك المال وأعطاك ذلك المال وارزقاك ذلك المال ماذا تصنع به يبا أنا يعني هذا المال أستعمله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنظر إلى أجود صور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال لو أنا أضحي بك بشيء نقول دي يعني عايزين نتعلم هذه المسألة أتعلم المسألة أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فأنا أفعل كذا فعل كذا فأنا أفعل كذا خلي كده يبقى فيه جزء نتكلم فيه عن السنة وجزء الثاني عن امتثالي عن امتثالي يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطر فم مرضات رب فأنا أستعمل السواك قال إذا انتعلم حدوكم فلأبدأ بالشمال فأنا أنتعلم لليمين وأخلع الشمال يبقى خلي الجزء الثاني يبقى إجابتك على هذه المسألة يبقى كايني بنقول أنا حسألك أسئلة وقول لي اللي تطبق منها يبقى أنا حسألك أسئلة كده وقول لي اللي بتطبقه منها فأقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا بتطبق ولا لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا فأنت بتطبق ولا لا يبقى الجزء الثاني ده مش عايزين نعزله من حياتنا لأن لما عزلنا كده بقى إحنا ممكن عندنا علم لكن ما عندناش تطبيق وحياة الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى اللي ما بخاريه رحم الله في كتاب الاعتصام بالسنة بيذكر كده باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد لو أخذ البابين دولت خلاص يدي الاتباع كله خلاص يدي الاتباع وازاي كانوا بيقتدوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كانوا بيقتدوا بسنن النبي وأقواله صلى الله عليه وسلم خلاص هي المسألة كده مسألة كده أنا يعني بتعلم المسألة وبالتالي كيني بنسأل كده ماذا صنعت بها لازم يكون في إجابة لازم يكون في إجابة إجابة عملية تعلمت مسألة ماذا صنعت بها فإن سئلت ذلك السؤال هتقولي ترى أهملنا المسألة غفلنا عنها ولا قمنا تفعيلها فالصحابة يعلمون هذا الأمر قال فأنا أضحب كبشيني فأنا أتنفس شربي ثلاثا هذا حال الصحابة ليس حال أنس بس رضي الله عنه ولكن هذا كان حال الصحابة رضي الله عنه أن تسابقون في أي يوم أسرع امتثالا وتنفيذا لما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى أنا أتربع على المسألة دي يبقى عايز كده أنا بنقرأ في السنة بنقرأ في السنة وفيه كده خانة مقابلة لذلك الأمر ماذا أصنع أنا ماذا صنعت بعد التعلم تعلمت مسألة ما صنعت بها يبقى ده سؤال لما نسأل السؤال ده كل الإجابة أقول لم أفعل شيء لم أفعل شيء لم أفعل شيء تعلمنا عشر مسائل طب قول لي مسألة واحدة طب بقطها كده البند الثاني ده مش محطوط في الحسبان وبالتالي على ذلك ماذا صنعت لم أفعل شيء طب ماذا صنعت في التانية لم أفعل شيء وكذا كلها كده يبقى خانة كده كلها يعني لم أفعل شيء طب منتظر إيه بقى يعني كيف إحنا بنطلب الجنة وإحنا حالك حالي زاهد فيها أنت بتطلب الفرام من النار وحالك حال مين حال اللي هو وكأنه يسير في الطريق إلى النيران لأن الإنقاذ من النيران وأيضا السبيل للوصول إلى الجنة عن طريق حياتي كلها أفعلها كما أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الطريق يعني كما إحنا بتعلم الكتاب الأعزاء جل ونسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قاروا ومن يأبى الرسول مين من يأبى يدخل الجنة وإحنا أقولوا يا إخواننا كده يعني الجنة مين من نبي أبى يدخل الجنة لا أحد أبدا قال من أطعاني دخل الجنة ونعصاني فقد أبى كلمتين كلام وجيز جدا مش محتاج الكلام حتى إلى تعليق أو تفسير يعني نقول لي فصل لكلام لدى الكلام هو يعني مفصل ومفصل ولذلك كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى طب مين يأبى قال من يأبى الرسول قال من أطعاني دخل الجنة ونعصاني فقد أبى هو أبى يبقى الصورة هي بتحكي كده يبقى ده تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقوله عايز أخش الجنة إزاي عايز النجام من النار إزاي عشان تنجي من الناران تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان تدخل الجنة تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو لسان الحال إحنا بأدي لسان المقالة هو وأدي لسان الحال لسان الحال يبقى وكأن لما نجي نصف هذا الإنسان بلسان الحال نقول إنه هو إيه لا يرغب في فعل الخيران طب عرفنا منين يعني عرفنا منين هو لسان الحال يعني لسان الحال هو الذي يشهد للإنسان فلذلك يقول أنس بن مالك رضي عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين يبقى أمتثل ثم ذكر رواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفى إلى كبشين أقراني أم لحيدي يبقى أجود ما يجد فذبحهما بيدي مباشرة أيضا الزبح بيدي قال أيضا في رواية عن عقب بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى أعتود فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت بي قال ضحي أنت بي حتى كما بينا يعني الأضاحي كانت توزع وتقسم على الصحابة رضي الله عنه نساء كان بقى من بيت المال أو كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان مما أفاء الله عز وجل على رسوله الشهد من كده أنه كان يملك هذا الذي لا يقدر طالما فيه زائد كان يملكه هذا الأمر يبقى عنده آضاحي يملكها للصحابة رضي عنه وأنه يتقرب رب سبحانه وتعالى بهذه السنة ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي دجن جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أيضا في رواية عن الشعبي في رواية وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي أعناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقيل عناق جذعة أو عناق لبن ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله سأبدلها قال ليس عندي إلا جذعة قال شعوح سوء قال هي خير مسنة قال جعلها مكانها ولن تجري عن أحد بعدك ولن تجري عن أحد بعدك قال ضحي بالجذع من المعز هو الأضحية بيبقى لها سن يعني الأضحية عشان تجزئ يبقى لها سن معتبرة الأضحية أو العقيقة أو الهد يبقى لها سن معتبر فالجذعة دي يبقى لم تصل بعد إلى السنة الأصل في المعز وفي الشياء الضأن يعني تصل إلى السنة يبقى انتهت من السنة ودخلت في الثانية البقر يبقى أكمل الثالثة الابن يكون أكمل رابعة ودخل في الخامسة يبدوها عشان تجزئ المسألة ليس مسألة لحم فقط ولكن لها سنة أيضا تعتبر لها سنة تعتبر لذلك الصحابة رضي عنه يعلمون ذلك أسأل أبو بردة رضي عنه يبين هذا الأمر فلذلك يقول براء بن عزب رضي الله عنه ضحى خال لي وقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم وهو كما بيّن يعني لي ترى ذبح قبل الصلاة لأن هذا يوم تشتهي فيه اللحم ولنا جيران يعني أنا جيران وأهل أراد هو أن يوسعهم بذلك الأمر ليه جيران عايز يوسع لهم من بدري كده وليه أهل بردك وعشان يتمكن يبقى بعد صلاة العيد وبالتالي يعود إلى بيته فيطعم من ذلك الطعام ولكن كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم يبقى لا ليست بأضحية حتى لو سماها هو أضحية ليس العبرة بتسميتك ولكن العبرة بالمضمون الأساسي عشان تكون أضحية يبقى لها سن معتبر وكذلك أيضا لها توقيت لها توقيت إن ذبحت قبل ذلك التوقيت فيها شات لحم وإن ذبحت بذلك التوقيت فكانت أضحية قال يا رسول الله إن عندي ده جدا جزعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك يبقى كانت فتوى ليه لبي برده رضي العنو قال اذبحها ولن تصلح لغيرك يبقى أفتها لأنه يعني وكأن جبران لخاطره وجبران أيضا لقلبي أنه حاجة أنه كله بضحي وبالتالي زي فعل عائشة رضي الله عنها أرضاها وكل يرجع بعمره حد ولم أرجع إلا بحد وبالتالي أمر أخي عبد الرحمن أن يخرج معه إلى التنعيم لتأتي بعمره قال اذبحها ولن تصلح لغيرك يبقى دي فتوى حتقتصر على خال البراء بن عازل رضي الله عنه على أبي برده فقال يا رسولنا عندي ده جدا جزعة من المعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك هي صغيرة ما وفتش السن ولكن أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها ولكن هي لا تجزئ لغيره يبقى على أساس أننا الأصل هو السن لازم يعتبر ثم قال من ذبح قبل الصلاة لنما يذبحه نفسي وانذبح بعد الصلاة فقد تم نسخه وأصاب سنة المسلمين كذلك في روايات قال عندي عناق لبن يعني استبترضع يعني فعندي عناق لبن يصر ضيع يعني ولكنها فيها لحم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جذع من المعز ولن تجزع عن أحد بعدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه سن معتبرة للأضحية يبقى الكبشي كده أتم السنة ودخل فيه الثانية المعز لازم يكون أتم السنة ودخل فيه الثانية الضان قالوا الجذع من الضان وصلت إلى ثمانية أشهر ولم تتم السنة ولكن كانت ممتلئة فأجازها بعضك العلماء البقر يبقى أكمل السنة الثالثة الإبل يبقى أكمل الرابعة ودخل فيه الخمسة حتى تصلح أن تكون أضحية حتى تصلح أن تكون أضحية قال باب من زبح الأضاحي بيدي وده الأفضل يعني أن يباشر المضاحي ذبح الأضحية بيدي الذبح غير السلخ يعني قال باب من زبح الأضاحية بيدي ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيدي قال أنس بن مالك رضي الله عنه ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه قال فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيدي يبقى يسمي بسم الله ويكبر الله أكبر وبيذبح وكما يعني سيأتي الكلام يعني كيف بيتم ذبح هذه الأضاحي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني الله كتب الإحسان على كل شيء وبالتالي ذكر لنا في الزبح أن نحسن الذبحة أن نحد يعني الشفرة ونرح الذبيحة يبدأ الإحسان حتى في التعامل مع الحيوان مع أنه مصخر لذلك الأمر لكن ده الإحسان ده خلق خلق بيظهر في تصرف الإنسان مع حيوان مع عجماد مع غير ذلك يبدأ خلق أساسا فخلق الإحسان مع الحيوان مع أنه هو مصخر لذلك الأمر ولكن قال يبقى أن يرح الذبيحة ويحد الشفرة يبقى أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلته فإحسنوا القتلة وإذا ذبحتم قال فإحسنوا الذبحة وليحد أحدكم الشفرة وليرح ذبيحة راحة الذبيحة إزاي تذبح إزاي حتى السنة أتت وبيانت لنا كيف يكون يصر الزبح بالنسبة لهذه الذبيحة قال فرأيته وضعا قدمه على صفحيما يسمي ويكبر فذبحهما بيدي إزاي يعني منهما على جنبها الأيصر وضع قدمه على صفحة العنق كده على صفحة العنق طبعا برفق شضع كده بقوة برفق حتى لا تتحرك فهنجد أنه عندها يتمكن يتمكن من ذبحها هي بترفع الرأس كده قليلا وبالتالي يتمكن من قتل ودجين والحلق فهنجد أنه فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله سبحانه وتعالى لما تجي تتبع السنة هتجد كده وكأن الذبيحة بترفع رأسها قليلا هتتمكن من ذبحها هتتمكن من ذبحها بس بهذه الصورة هي بتنام على جنبها الأيصر وأنه الآن ده حيكون أمكن ويضع قدمه اليمنى على صفحة العنق وبالتالي يتمكن يتمكن من ذبحها قال فرأيت وضع قدمها صفحيمة يسمي ويكبر فذبحهما بيدي يبقى التسميع تكبير وأيضا يباشر المضاحي ذبحه له طحية بنفسه وهذا الأولى وهذا هو الأولى احنا مر علينا الكلام عن ذبيحة المرأة أو الأمن وجواز ذبيحة المرأة والأمن يبقى امرأة ضحي ويطرى ممكن هي تذبح تذبح ذبيحة المرأة لا شيء فيها أساسا وكما بينا في التراجم وبالتالي ده الأولى أن تباشر الزبح بنفسك أن تباشر الزبح بنفسك قال باب من ذبح ضحية غيره وأعانى رجل بن عمر رضي الله عنهما في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين أيديهن ثم ذكر ويعنا عائشة رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وأنا أبكي قال مالك أنا فيستي قلت نعم قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحج غير ألا تتوفي البيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقار يبقى المضحي يباشر الزبح بهذه ده الأفضل لكن ممكن إذا فيها النيابة ولكنة لا حرك في ذلك الأمر وأعانى رجل ابن عمر في بذنته في نحرها وأمر أبو موسى رضي الله عنه بنات أن يضحين بأيديهن تضحي المرأة وذا بيحتم المرأة حلال أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصارف وأنا أبكي فقال مالك أنا في سلي قلت نعم قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم اخذ ما ياخذ الحج غير ألا تتوفي البيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقار ضحى عن نسائه بالبقار ومر علينا طبعا هنا الرواية أن قالت أتيت بلحمه بقر فقلت ماذا رسول الله عن الزواجي بالبقار يبقى جواز أن أداء المضاحي لا يباشر الزبح ولكن ينيب من يباشر ذلك الزبح ولكن الأولى أن يباشر هذا الزبح لكن باشر غيره الزبح بأمري يبقى لا حرق في هذا الأمر ثم قال باب الزبح بعد الصلاة ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب في ذلك القدر قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر